السلام عليكم ورحمة الله على السريع يا أخوان حل مشكلة ظهور لمبة الإي بي اس والتراكشن مانع الإنزلاق يا شباب طبعا يا أخوان أنا من رأيي أنك تشيك على أفياش الإي بي اس أثناء تغيير الأقمش الأمامية والخلفية وإذا ما قلنا تتغير كل 60 ألف أو على حسب ما تستهلك طبعا أول شي عشان تحل لمبة الإي بي اس أول شي تفصل إصبع البطارية السالب وترجع تشبكه مرة ثانية بعد ثمن دقائق وإن شاء الله رح تختفي العلامة ثاني شي تشيك على مستوى الزيت هل هو عند الماكس ولا لا لأنه إذا كان ناقص رح تولع معاك لمبة التراكشن والإي بي اس إذا لازم تشيك على مستوى الزيت الفرامل أوكي وهذا هو مكانه بالنسبة لكية كدنزا ثالث شي شباب تفحص الصلك أو الفيش اللي موجود خلف كل كفر أحيانا يكون عليه وصخ هذا مكانه في الكية كدنزا الكفر الأمامي يمين على سبيل المثال طبعا رح نفك الأربع كفاء الأربع مسامير أو الخمس مسامير الأمامية وبعدين لو تشوفون خلف الهوب هذا هو مكان الفيش نفسه يا شباب تجيب مفك عشرة هذا هو يا شباب الفيش عادي تكون فيه وصخ طبعا طبعا قيمة الحساس يا أخوان حدوث 300 ريال أنت بنفسك فك ومنظفه ورح تنحل معاك المشكلة هذه يا أخوان أنا فأنا من رأيي أنك تسويها إذا جيت تغير الأجمشة عشان تضرب عصفرين بحجر واحد هذا هو مكانه قدلك بتفك الهوب وتفك الكفر هذا هو يا شباب تفك الصامولة وبعدين تطلع الفيش هذا هو شايفين كيف هوصخ مرة غبار عليه هذا هو الحساس يا أخوان طبعا تنظفوا بقطعة قماش نظيفة أو تنظفوا بالهواء هذا هو الفيش يا شباب قبل التنظيف وهذا بعد التنظيف أثناء ما ينظفوا بالهواء طبعا يا شباب رح ترككم أسفل في التعليقات رابط فيه تقريبا في رقم الأقمشة الأمامية ورقم الأقمشة الخلفية هذا حركة من رأيي أنك لا تسويها إلا تجيت تغير الأقمشة الأمامية والخلفية وتسوي خرط الهوبات إذا كان فيها رجع يا أخوان عشان تضرب عصفرين بحجر واحد هذا هو حساس يا شباب قيمته والله حدوث 300 ريال بدل ما أكلف نفسي أنا أفكه بنفسي وأنظفه يطلع العيب بس يكون فيه شوية تواصخ بس تنظفه وترجع تركبه مرة ثانية بالطريقة هذه يا شباب بكل سهولة أوكي يا شباب وترجع مصمار مرة ثانية وتشد خلاص كذا يكون في حصة ليش الكفر الأمامي مين ونفس الكلام الموقع الحساس هذا للكفر الأمامي يصار لجهة السائق طبعا الآن يا شباب بعد هذا الفيديو راح نوريكم فين مكان فيش نفسه اللي يشبك فيه حساس للكفر الخلفي طبعا يا شباب الكفر الخلفي طبعا يجيك أو الحساس نفسه داخل الرمانة نفسها حق الكفر الخلفي ما هو مثل أمامي أو الفلنجة نفسها فتضطر تشتري الرمانة كاملة مع الحساس شوف حساس الأي بي اس الكفر الخلفي انتبهوا يكون موجود جوه الرمانة أو الفلنجة عشان كذا بس نوريكم مكان الفيش حان يكون فيه وصخ ترضفوا بالهواء وتختفي علامة الأي بي اس والتراكش من نفس الطابلون هذا هو يا شباب المقطع الفيديو الآن تفك الكفر الخلفي على السريع كذا وهذا الهوب تجي من وراء هذا هو مكان الفيش يا شباب شايفينه طبعا هو الفيش مشبوك في نفس الفلنجة كامل لأنه الحساس يا شباب يجي جوه الرمانة نفسها هذا هو الفيش يا شباب طبعا تفكوا طبعا عادة في البداية يكون فكوا صعب هذا هو الفيش يا شباب شايفينه بس تنظفوا كذا بالهواء على السريع وتنظف أطرافه كذا بقماش نظيف وترجع تشبك الحساس مرة ثانية وكذا برضو تخطفي معاك لمبة الأي بي اس يا أخوان بأقل تكلفة ولا تكلف نفسك يا شباب وتدفع قيمة حساس وتوسوس وزي كده 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 تكون حلية مشكلة ظهور الحساسة إذا سويت الطرق هذه كلها وما نفعت معاك آخر شي يا شباب تشيك عن طريق الكمبيوتر وراح يبيلك ايش ومشكلة يا شباب على العموم لا تنسوني من صالح ودعاكم هذه الطريقة يا شباب عشان تضربون عصفرين بحجر واحد يا أخوان آخر شي طبعا سيت أقول لكم ياها برضو علبة الفيوزات الخارجية طبعا تفتحها الغطة وتقلبو وتخلي الرسمة موازية لعلبة الفيوزات هذا الفيوز الأول يا شباب هذا هو موقعه هنا اللي هو A10 شايفينه الصف الثاني فوق علبة الفيوز اللي لمبة الABS وفي فيوز ثاني يا شباب في فيوزين طبعا EBS بس هذه بتكون داخل الشريحة اللي جوا هذا هو الABS رقم اثنين شايفينه رقم E30 شايفينه هذا هو E30 بس بالعرض يا أخوان شايفين داخل الشريحة هذه طبعا هذه يكون مختص فيها كهربائي بس قلت أذكر لكم هي عشان لو حابين تعرفون في الأماكن الفيوزات يا شباب هذه تطلع الشريحة البر وكذا وهذه الشريحة الثانية يا شباب مكان لمبة الABS برضو فيوز رقم E40 شايفينه يكون مكانه في الشريحة اللي في النص هذه شايفينه هذا إذن عندك في علبة الفيوزات الخارجية ثلاث فيوزات يا شباب وهذه آخر نقطة بصحب بيت أوضحها لكم يا أخوان